السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة وإنتوا بتتفرجوا على قناة اتعلم مع مريم ومعاكم سلامة طارئ النهاردة فيه أخبار عن تنسيق الشهادة الإعدادية لسنة 2021 والحد الأدنى للدرجات الخاصة بالقبول في السنة والعام لجميع المحافظات هنتكلم كمان عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق السنوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي كل ده هنسمعه مع بعض النهاردة ولكن لو أنت أول مرة بتشوفني انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وكمان يوصلك مراجعات السنوية العامة وكمان دروس السنوية العامة في البداية ونبدأ بمحافظة القاهرة تنسيق القبول فيها هيكون من 220 درجة مع وجود بعض التوقعات بخفض التنسيق لنسبة تتروح بين من 5 إلى 7 درجات للمرحلة التانية وطبعا لازم قبل ما أقول التنسيق في كل المحافظات أعرفكم أني الامتحان المجمع بتاع الترم الأول كان مجرد من أنه نجاحه مجرد اجتياز للطالب ولكن مجموعه مش بيضاف للمجموع أو للترم التاني الترم التاني بيدرب الرقم أو بيدرب الدرجة في اتنين فبالتالي بيدينا المجموعة وطبعا على حسب كل محافظة وعلى حسب كل مستوى امتحان ففي محافظات الامتحان بتاعتها كانت صعبة يعني بالتالي التنسيق بيقل أما المحافظات اللي كان تم فيها التسريب زي مثلا محافظة الإسماعيلية وكمان المحافظات اللي كان امتحانتها صعبة دي بيقللوا فيها التنسيق زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي تنسيق القبول في محافظة الجيزة مية وتسعين درجة طبعا منخفض تنسيق القبول في محافظة اسكندرية ميتين واربع درجة برضو قليل بالنسبة للقاهرة تنسيق القبول في محافظة الإسماعيلية ميتين سبعة واربعين درجة شفتوا بقى شفتوا الفرق عالي عشان خاطر تم تسريب امتحان الدراسات تقريبا في محافظة الإسماعيلية طيب تنسيق القبول في محافظة البحر الأحمر برضو ميتين واربعين درجة تنسيق القبول في محافظة المينيا ميتين سبعة واربعين درجة دي طبعا لصعوبة امتحانات محافظة المينيا تنسيق القبول في محافظة الغربية ميتين تلاتة وخمسين درجة وللسنوي الخاص مية خمسة وستين درجة ويوجد بعض التوقعات لانخفات الدرجات في المرحلات تانية تنسيق القبول في محافظة سهاج 250 درجة وتنسيق القبول في محافظة المينيا 247 وتنسيق القبول في محافظة الدقاهلية 250 درجة عالي تنسيق القبول في محافظة أسوان 230 درجة تنسيق القبول في محافظة الفيوم 240 درجة تنسيق القبول في محافظة دميات 240 درجة تنسيق القبول في محافظة الأكسر 243 درجة تنسيق القبول في محافظة الشرقية 252 درجة أما درجات السنوي الخاص تكون من 140 درجة تنسيق القبول في محافظة المنوفية 250 درجة تنسيق القبول في محافظة السويس 244 درجة أما تنسيق القبول في محافظة بورسعيد 243 درجة تنسيق القبول في محافظة جنوب سينة 230 درجة تنسيق القبول في محافظة القليوبية 251 درجة أما تنسيق القبول في محافظة أسيوت 260 درجة وطبعا ده لسهولة الامتحان في محافظة أسيوت كلما الامتحان بيكون سهل جدا كلما الدرجات بتكون عالية والتنسيق بيكون عالي تنسيق القبول في محافظة بني سويف 250 درجة وتنسيق القبول في محافظة قنة 257 درجة طبعا ده بناء التنسيق ده أصلا بيتحط بناء على مستوى الطلبة على حسب مستوى الامتحانات بيجيبوا النسبة المتوسطة بالتعايد الأدئي هل نسبة النجاح مرتفعة أكتر من 200 درجة هل أكتر من 230 درجة فبالتالي بيتحط التنسيق بناء على الدرجات دي طيب تعالوا بقى نشوف الحد الأدنى لدرجات الكبول في السنوي الفني والصناعي والتجاري أدنى حد لدرجات السنوي الفندوقي لمحافظة الدقاهلية تكون 221 درجة وتكون درجات السنوي الصناعي 185 درجة زي ما حضراتكم كده شايفين أما السنوي الزراعي فتقبل من 141 درجة والتجاري من 140 درجة والفندوق المزدوج يكون من 170 درجة والصناعي المزدوج اللي هو بنات وولاد من 150 درجة والتجاري المزدوج يكون من 140 درجة طيب نيجي التنسيق الأكسر للسنوي الزراعي يتروح بين 150 ل160 درجة طيب درجات السنوي الصناعي هتكون برضو من 160 درجة أما السنوي التجاري هيكون أقل بعشر درجات 150 درجة ويكون تنسيق السنوي الصناعي في الشرقية 180 درجة أما السنوي التجاري من 140 درجة والسنوي الزراعي 170 درجة يمكن كمان التقديم في السنوي الصناعي في محافظة جنوب سينة للحصلين على 150 درجة فقط أما السنوي التجاري يكون من 145 درجة والزراعي يكون من 142 درجة والسنوي الفندقي من 140 درجة الحد الأدنى الخاص بالسنوي الصناعي ولكن في محافظة القليوبية بنظام الثلاث سنوات من 165 درجة وذلك للبنين أما البنات فيكون من 180 درجة والتجاري الثلاث سنوات يكون 155 للبنين وللبنات 140 درجة والسنوي الزراعي بنظام الثلاث سنوات من 140 درجة للبنين وللبنات 155 درجة نيجي بقى للمستندات اللي المفروض نقدمها والأوراق المطلوبة اللي يقدمها وليه الأمر بعد ظهور الشهادة الإعدادية نتيجتها يعني وهم كالتالي أول حاجة بنحتاج الملف الخاص بالطالب والذي زي يتم إحضاره من المدرسة الإعدادية تاني حاجة ارفاق الملف مع صور حديثة خاصة بالطالب وتالت حاجة استمارة الطالب وبكده استمارة التقديم يعني وبكده نكون قدرنا نلم بالتنسيق ودرجات التنسيق في جميع المحافظات بس لو أنت أول مرة بتشوفني ولسه مشتركتش في القناة انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرز عشان يوصلك مني أي جديد وكمان مراجعات السنوية العامة كمان بحطلكو في تحت في صندوق الوصف لينك الانستجرام لأي استفسار وكمان لينك التيك توك وصفحة الفيسبوك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة